اهلا بحضراتكم معنا في نشرة فنية جديدة من تلفزيون اليوم السابع هنتبع فيها مع حضراتكم اهم اخبار الفن والنجوم خلال الساعات الاخيرة البداية هتكون النهاردة مختلفة شوية هتكون مع النجم العالمي جون كلود بن دام اللي وجه الشكر لليوم السابع من خلال تعليقه على تقرير اليوم السابع على صفحة رسمية على الفيسبوك اللي نشرنا من خلاله تقرير بعنوان جون كلود بن دام يدعم المواهب في مصر والعالم وعلق النجم العالمي جون كلود بن دام وقال لقد قمت بترجمة هذا التقرير وقرأته بعناية وانا اقدر حقا كلمتكم الرقيقة ودعمكم للفن والموهبين وشكرا الى اليوم السابع استمروا في هذا العمل العظيم اليوم السابع الحقيقة كان لي صبق مع انفراد بحوار حصري مع النجم جون كلود بن دام واللي تكلم فيه عن عشقه لحضرات وثقافات الشرق الاوسط ورغبته في المشاركة في اعمال مصرية بالاضافة لتصوير اعمال عالمية على ارض مصر طبعا احنا بدورنا بنوجه الشكر للنجم العالمي جون كلود بن دام وبنتمنى نشوفه قريبا في مصر خلونا نرجع لمصر شوية ونتكلم عن اخبارنا المحلية واللي تصدرها خبر تعاقد النجم حسن الرداد والنجم روبي على بطولة مسلسل على بطولة مسرحية سيدتي الجميلة من عالم الكاتب الراحل بهجة امر ومعالجة ايمن بهجة امر واللي اعلن انه هيحافظ على القوام الرئيسي لرؤية المخرج الكبير الراحل حسن عبدالسلام ومن المقرر عرض المصرحية في موسم الرياض نهاية العام الجاري طبعا كلنا عارفين ان مسرحية سيدتي الجميلة اتقدمت قبل كده على المصرح من خلال النجم الاستاذ فؤاد المهندس وطبعا النجمة شوي كار ولكن بيتم عادة تقدمها مرة تانية من خلال روبي وحسن الرداد الفنان حسن الرداد كان طرح مؤخرا برومو فيلم تحت تهديد السلاح وهو من بطولة واخراج محمد حمائي ومن تأليف ايمن بهجة امر فيلم تحت تهديد السلاح بيشارك تطولته بجانب الفنان حسن الرداد بايومي فؤاد وشرين رضا واحمد لدير وفتحي عبدالوهاب وعدد كبير جدا من الفنانين وهو من تأليف ايمن بهجة امر وبتدور احداثه في اطار من الاثارة وتشويق حوالين جريمة قتل بيتم اتهام فيها الرداد وبيتم بعد كده البحث عن ملابسات هذه الجريمة خبرنا اللي جاي خبر موسيقي وتحديدا مع النجم بهاء سلطان واللي كان متقلق جدا في الفترة الاخيرة سواء بحفلات او باغاني جديدة هو النهاردة طرح اغنية دلوقتي عجبينكو عبر كافة منصات الالكترونية المختلفة والاخنية من كلمات من القاعي والحان عزيز الشفعي وتوزيع احمد عادل ومكس ماهر صلاح ومصدر جلال وكان احيى الفنان بهاء سلطان مؤخرا حفل غنائي في اسكندرية وستحضور جماهيري كبير وعبر ساعتها بهاء سلطان عن مدى اشتياقه للوقوف مرة تانية امام الجمهور خلينا نختتم نشرتنا النهاردة بخبر من ملتقى اولادنا ملتقى اولادنا لدعم زو القدرات الخاصة هينطلق النهاردة ان شاء الله تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في دار الاوبرا المصرية الفنانة لطيفة كانت اعربت عن سعادتها البالغة بالمشاركة في حفل افتاح ملتقى اولادنا لزوي القدرات الخاصة واللي بيقام الليلة في دار الاوبرا المصرية وهتقدم غنية جديدة بعنوان الليلة وهي من كلمات امير طعيمة وعمر مصطفى ومن توزيع تومع نشرت الفنانة لطيفة عبر حسابها بموقع التغريدات الشهير مجموعة من الصور ليها وهي في استعادتها للحفل برفقة مجموعة من الاطفال من زوي القدرات الخاصة وقالت لطيفة استنونا النهاردة في حفل اولادنا حدث مهم جدا بيشارك في 34 دولة في دار الاوبرا المصرية انا سعيدة جدا اني هكون معاكم ومع اطفال من زوي الهمم بيشاركوني الاغناء في اغنية الليلة على المصرح بدار الاوبرا المصرية ملتقى اولادنا بتتكون اعضاء لجنة تحكيمه من عدد كبير من السنمائيين ومصرحيين وملتقى اولادنا بتشارك فيه طبعا الفنانة سماح انور حنان سليمان المخرجة لاما داود المخرجة ريس سايبي المخرجة فريدوزر بلوبيا والمخرج مهنة دياب وبتتكون لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء من المنتج وسيناريست متحة العدل ودكتور مراد جاتين مدير مركز الثقافي الروسي ومعتز الجندي ونازق الالفي والمطربة هيتا ثكر متابعينا في كل مكان بكده تكون انتهت نشرتنا الفنية بشكركم على طيب المتابعة وانتظرونا في نشرات اخبارية جديدة من داخل صالة تحرير اليوم السابع